وفي غضون ذلك أفدت تقارير أمريكية بأن وزارة الداخلية العراقية أرسلت تعزيزات أمنية إلى الحدود مع سوريا لغرض تنفيذ عمليات مطاردة للجماعات المسلحة ومنع تسللها من الأراضي السورية إلى البلاد هذا واضح التقرير الأمريكي أن الداخلية العراقية أقامت خندقا وسياجا أمنيا مجهزا بالكاميرات الحرارية على طول الشريط الحدودي مع سوريا ويأتي ذلك في ظل توتر كبير تشهده مناطق عدة في الجنب السوري واشتداد المواجهة في كل من حلب وأدلب